يلا بقى نبتدي على طول الاختيارات بتاعتنا ونقول عندنا وسائل مساعدة لو معرفنش نجاوب عندنا بابا وماما أو هنغني أوكي؟ مش أنا ممكن أغني لو معرفتش تجاوب ما ممكن تجاوب أصلا ما تستمقش الأحداث يلا السؤال هنا برعنخ هو لقب في عصر الدولة المصرية القديمة أطلق على المعابد، الجامعات الكبرى، المستشفيات خضر لا يا اختيارات لا اغني لا اغني سيئ أحدا بسكة دي لا اغني لا اغني أغني حبيبي قال أقول لك ثاني ما اقول الولد ممكن يجاوب تستنوا واقلا برعن لقب في عصر الدولة المصرية القديمة أطلق على المعابد، والجامعات الكبرى، والمستشفيات الجامعات الكبرى شوفتها ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شفتوا فخر القصرة شفتوا؟ شفتوا الاندرستي ميشت شفرعوني؟ أيوة طبعاً ميشي اوكي تعرض لوحات حسي رع بالمتحف الإسلامي ولا المصري ولا القبطي؟ ما؟ باللوجيك، ده لوجيك، ده سؤال بتاع التفكير، مش خدناه في حتة تعرض لوحات حسي رع دمين، ده فرعوني ده أكيد صح؟ بالمتحف الإسلامي ولا المصري ولا القبطي؟ لا، غني وخلاص غني يا سيتي، غني الحلوة دي قامت تعجن من البدرية غني معايا وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله لا، يا سيتي، يا عيه يجعل صباحك صباح خير يستعطي ماشي، أنقص نفسه طبعاً 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 بس أحب أقولك إنه باللوجيك كده أكيد في المتحف المصري بالضبط كده، مهم؟ بس هو لأ أنا جاي أم من نفسي، ماشي خلينا نقول هنا في الفنادق، يعتبر الترحيب بالزوار والعملاء من مهام موظف الاستقبال، المرشد السياحي، أمناء المكتبات يعني إيه؟ يعني لما بتروح في وندو، اللي بيرحب بالزوار والعملاء بيرحب بيك موظف الاستقبال، الريسابشنست، أو المرشد السياحي، الجايد، أو أمناء المكتبات؟ قول، أنت قلت أول واحدة أول واحدة ما هي؟ المصري بدأت واسعين؟ مرشد الاستقبال؟ مرشد الاستقبال، مرشد السياحي، أو موظف الاستقبال؟ موظف الاستقبال، هي دي إن شاء الله طبعاً الريسابشنست، ماذا؟ المكان الأبرز الذي يمكن الحصول منه على كتب للقراءة يعني إيه؟ منجيب كتب منين عشان نقراها؟ المكتبات، المكتب المدرج أيضاً، مهما، أخوف الإنسان، لكن ينسمع الإنسان و الشهوف المكتبات، المكتبات الرياضية، المراكز الطبية المكتبات الطبية المكتبات، المكتبات؟ المكتبات العامة، طبعاً المكتبات العامة، ما انت نpert ع لماذا؟ يالله الحمد لله على كل شيء الحمد لله ركزوا والنبي ركزوا هنا من النباتات العشبية التي تزرع في المنازل ولها فائدة في إعداد الطعام البوتس الكوزبرة الجروني ماذا؟ ملوخية ملوخية في ماذا؟ بوتس كوزبرة ايوه كوزبرة طبعا نحن نفكر في ماذا؟ ماشي آخر سؤال ركزوا معي والنبي يعتبر نباتة اليسمين من نباتات الزينة المزهرة العشبية نباتات ورقية وغير مزهرة يعني ايه؟ اليسمين ووردة اليسمية ما عرفها؟ اوه اللي بتبقى فيه ده انا احتياطي ما عرفش الأول صح؟ انا عرفتك اعرف ايه ده بتاع احتياطي انا الاول ما عرفش عاك الوردة اليسمين يعتبر نباتات اليسمين من نباتات يلا هنعد بقى الزينة المزهرة العشبية نباتات ورقية وغير مزهرة خمسة نباتات ورقية وغير مزهرة؟ لا لا الزينة المزهرة بس كويس انك الحمد لله جويت تعمتا يعني ياسمين زينة مزهرة